انتبعت طبعا المؤتمر الصحفي تعليقك ايه عن ما ورد في هذا المؤتمر من كلمات خاصة بهاني أبو ريدا وايضا كابتن مجدي عبدالغاني وبشكل عام يعني كيفية ادارتهم للأزمة هما بيقولوا احنا عملنا اللي علينا وبدأوا يتطرقوا لنقاط فرعية حيانها مش مهمة بالنسبة للخيبة او بالنسبة للحزن اللي اصاب المصريين وهزيمة المنتخ بصي هقول حاجة على حاجة هي اللي حصل في اخر المؤتمر ما بين عدو مجلس ادارة الاتحاد الكابتن مجد عبدالغاني وما بين المهندس هانيا بوريدا رئيس الاتحاد ده لم يكن يجب ان يحدث في مؤتمر صحفي مؤتمر الصحفي دي ضوابط وليه قواعد وليه اهداف انت داخلها توصليها اللي حصل ده المفروض كان يناقش في اجتماع مجلس ادارة يعني بالبلد كده زي ما نقول غسلنا الوسخ مبنشروش برة يعني النهاردة المؤتمر الصحفي لو انت لو احنا بصناه وعرضناه تاني على الشاشة هتلاقي اكتر من 20-30 ميكروفون موجودين واكتر من 10 او 12 وكالة انباء موجودة عالمية فاحنا دلوقتي ما بقاناش ملك نفسنا احنا ليه تمالي بنتصدر للعالم ان احنا ناس فوضويين ان احنا ناس مش منظمين ان احنا ناس مش مرتبين والامور دي ما كان مش منقشتها ليه في اجتماع مغلق زي ما انت قلت مستنين نعمل مؤتمر العالم كله يتابع عشان نتكلم في التفاصيل دي بالشكل ده اه خناها او خلاف او وجهة نظر مغيرة ما بين عضو مجلس قدارة الاتحاد وبين رئيس نادي رئيس الاتحاد ما ينفعش تبقى موجود على الملأ في مؤتمر عدة خصيصا لمعرفش ليه اه يعني المؤتمر يتعامل ليه انا معرفش المؤتمر المفروض بطلع يعني يبقى عندي ليه ضوابط بطلع بقول ايه نتيجة المؤتمر ده بقى اه بطلع بقول انا اقلت فلان انا اطحت فلان انا اعتذرت عن العمل العام انا استقلت انا 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 لكن انا النهاردة لما اطلع اقول بالمؤتمر بتاعي او ملخص المؤتمر بتاعي ان انا ادينا اداء حسن او بلينا بلاء حسن او ادينا ده مش دورك ده دورنا احنا لنقيمه كجمهور وكمتابعين لما حدث لمنتخط مصر احنا اللي نقدرةه نقول لك متشكرين اداء الطيب لا ما فيش حد يطلع يقول احنا عملنا اللي علينا اه يعني الحكيم المغني هو اللي يقول in a mr. hew احنا عملنا اللي علينا بقى الا الله هو حكيم بس لكن ان انت رئيس اطاحال القورة او قادو مجلس كدرة اطلاع القورة ان تغنوا علينا ام تحتو علينا ده غير مقبول